هتموت المريض على الفاضل واضحة الحكاية المضاد الحيوي اولا مش هيقضي على الفيروس لكن ممكن يعمل لي كارسة جوه الجسم قولك انا نار في بطن ونار في عناي حاس ان عناي فيها نار وجلدي فيه نار اولا المضاد الحيوي مش بتاع الفيروسات ركز بقى الحكاية دي اغلب الناس المصابة اليومين دول معندهش بكتيريا الانفكشن عندها ايه فيرال انفكشن او الاصابة الفيروسية سواء بالبرد او كورونا او اي فيروس ما بتستجبش المضاد الحيوي لكن اي دكتور هتروح له هيديك مضاد الحيوي مضاد الحيوي اولا مش هيقضي على الفيروس لكن ممكن يعمل لي كارسة جوه الجسم ايه كارسة اللي ممكن يعمل له مضاد الحيوي انه هو يكسر لي خلايا الجسم لما يكسر خلايا الجسم تتحول الى ملح فالملح ده ان يملى لي بطن يقول لك انا نار في بطن ونار في عيني حاس ان عيني فيها نار وجلدي فيه نار كيان انا خدت حقنة ضد حيوي او ارسي ضد حيوي او ارسي ضد حيوي او الالفين عملي نار مال ايه بقى نصرفها ازاي اولا 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 الفيروسات ملهاش مضاد حيوي عشان نبقى وضحيه ملمو الفيروسات لا يا دكتور لا انتي فيرال درانب البروتوكول بتاع اه كورونا المفروض ان انا بدي فيه حاجة اسمه كليكسان او هيبرل بدي فيه موسعات شعب لو حد عنده ضيء في النفس زي السالبيوتامور سالبوفينت اه اتروب اتروفينت النيبيولايزر اكسوجين حاجات كتير او بديهاله اخر حاجة ممكن اديهاله ان انا اديله مضادة حيوي بروفيلاتيك حاجة وقائية حتى لا تحدث اصابة بكترية بس مش كون ده الاساس ايبا انا مش هديله الف ولا الفين لو انا اديته مضادة حيوالف انا موته سياد نزلت البرد والكورونا مش لها مضادة حيو خالص طيب اغلب الناس بتروح للدكتور بيديه مضادة حيو طب انا عشين اشيل المصيبة بتاعت مضادة حيوي يبقى انا مش هدي الالف خالص انا هدي خمسمية وهدي معها مثلا مثلا اه ديكليوفيناك اولفن هدي معها ديكساميسازون هدي معها اي حاجة تشيل الاصر بتاعه كنا زمان لما ناخد حقنة الفيتامين ولا حقنة المضادة الحيوي كانت بتعمل لسع جامد كانت بتلسع جامد فاضطر دلوقتي انهم يحطوا معا مضادة الحيوي حاجة من المخدر الجزء مخدر خلاص او يحطوا معا جزء صغير كورتزون ليه علشان ما يعملش الاصر الاريتنت او الاصر الرهيب ده فلو انت اديت مضادة حيو الوحده يعني خل انسانه ده ما كيموت ويا ما بيجي للعيادة ناس واخد مضادة حيو الف والفين والمهم بقى انت لما تبعد احد ومعها مضادة حيو 500 ومعها مثلا كذا وكذا يقول لك اذا الخمسمية دي جرعة اطفال وانما جرعة الاطفال ومعها حاجات تعمل سين الجزء احسن ما موته وكسر له خلاه وهو اصلا اصلا بتاع البرد والكورونا والانفلونزا والنيلا مانوش مضادة حيو شفت بقى احنا وصلنا لغاية فين انت عاوز تديله ويديله انت هو خلاص ومش عارف ايه والحاجات اللي انتو عارفين دي يبقى اذا انا المضاد الحيو في نزلة البرد انما انت بتكسر المريض طب انت كسرت المريض خاف لا ما خاف وما انا المفروض اديله ايه طيب هو عنده نزل ووع مني اول حاجة انا اضاف له قولون النار اللي عنده دي يا اما ان انا اديله بزور نابتة اديله ملينات شوية مية بعسل لو عندهش سكر بديله سلطة الخضر عصير لو مش قادر يمضغ ها بعمل له حقونة شراجية ها بديله الزبادي اولاب الرايب بديله قولنا عليه بقى صمغ عربي اللي بان ذكر بديله بزرق اطنوع الاسوس بديله حاجات كتير عندي تعمل تلطيف للامعاء لو حصل تلطيف للامعاء ها المريض يخف انما طول ما المريض حاسس بنار نار المضاد الحيو انت جننت الدنيا ما ينفعش كده يبقى ما ينفعش تدي مدادة حيو الالف والمين فاعش حتموت المريض على الفاضي وضحة الحكاية اشتركوا في القناة